نظمت مجموعة أنتلسيا حفلاً بمناسبة الدكرى العشرين لتأسيسها والذي شكل فرصة لاستعراض إنجازاتها المهمة يمثل هذا الاحتفال عشرين سنة من التحديات والتجارب مع المستخدمين وهو ما أتاح للشركة أن تكون على ما هي عليه اليوم فالشركة مرت من ثلاث مراحل الأولى حين كانت مقاولة صغرى ومتوسطة مع ما يقرب من عشرة ملايين يورو كرقم معاملاتها قبل أن تصبح سنة 2010 فاعلاً إقليمياً ثم تفرعت لتتواجد بإفريقيا جنوب الصحراء سنة 2015 وبهذه المناسبة تم إطلاق تحدي خاص بعشرين سنة ويتعلق الأمر باختيار أفضل فريق وأفضل المديرين وأيضاً أفضل المساهمين مع تقديم مكافأة مهمة أنا راض جداً عن حصيلة هذه السنوات العشرين فالشركة تطورت بمعدل لا يصدق خلال هذه الفترة حيث انطلقت من موقع واحد بالدار البيضاء لتنتشر وتتواجد لاحقاً بسبعة عشر بلداً مع ستة وخمسين موقعاً وثلاثين ألف مستخدم وتتوافر المجموعة حالياً على ما يقرب من سبعة وعشرين ألف مستخدم موزعين على ستة وخمسين مركزاً ويفوق رقم معاملاتها إلى غاية السنة الماضية 360 مليون أورو